وهو عن التانية اظن فيه كتير او بيسمعوا الكلمة دي او سمعوا الكلمة دي او بيخافوا من الكلمة دي واليوم حق طب التانية من اشهر الحالات المرضية اللي بتصيب الجلد عند الاطفال وعند الكبار الاصابات في الاطفال بتكون اكتر لسوق الحظ يعني يعني الاطفال عرضة اكتر للاصابة بالتانية ليه؟ لان جلد الاطفال بيكون اضعف من جلد الكبار وبالتالي بيسهل اختراقه اسرع من الفطريات اللي بتسبب التانية التانية انواع كتيرة جدا والتفرقة بينهم مش احنا اللي بنفرق بينهم لازم يكون عن طريق مش احنا يعني قصدي مش اباء وامهات التفرقة ما بينهم لابد ان تحدث بعد الفحص الطبي في تخصص طب الامراض الجلدية وبعد تشخيص نوع الاصابة نوع التانية ما هي التانية انواع زي ما بنقول بيتحدد العلاج المناسب والتانية ممكن تيجي في اي جزء ظاهر من الجلد او جزء مختفي من الجلد زي ايه؟ في مكان شهير جدا ناس كتير عارفة الحكاية دي زي بين اصابع القدمين مثلا يعني مش شرط يبقى الجلد ظاهر لا ممكن يبقى جلد مختفي برضو ممكن يصاب بالتانية ممكن كمان التانية تصيب فروة الراس فروة الراس وفي حال ظهورها في الرأس في الراس يعني فمكان الاصابة بيحصل فيه تساقط للشعر خلوا بالكوا قوي بقى من النقطة دي ليه؟ لان فيه ناس كتير قوي ممكن تفتكر خطأا يعني يفتكروا ان التانية اللي جات في فروة الراس دي ما يعرفوش نها تانية فيفتكروها قشر شعر حجمه كبير يعني يفتكروا ان دي ده قشر شعر بس حجمه كبير خاصة ان القشر منتشر عند الاطفال بس طبعا الاطفال الصغيرين خلاص وليه بيفتكروها بقى كده ناس كتير لان التانية مش بتكون اصابة دائرية طول الوقت يعني ممكن تبقى دائرية او بيضوية او كده خلاص لكن انا بقى بحب اقول للناس اللي ممكن يفتكروا خطأ هذا الامر نصحح لهم ازاي اولا لما نلاحظ حاجة في راس الطفل او في اي حاجة او في اي جزء من اجزاء جسم الطفل في راسه في جلده في كلام ده كله او عندنا احنا حتى كجبار لازم نروح للدكتور دي اول نصيحة او اهم نصيحة تاني نصيحة او تاني معلومة ان قشر الراس عند الاطفال القشر عند الاطفال بيختفي بحدة اقصى عند نهاية السنة الاولى خلوا بالكم التوقيت بقى يبقى معنا كده ايه ازا كانت الاصابة بعد عمر السنة فغالبا ده مش قشر او مش قشر اصلا مش غالبا يعني فيبقى دي حاجة تانية يبقى ازا كنا يعني الطفل عد السنة او كنا شكين فيها احنا من البداية يعني عمره قال من سنة وشكين خاصة اذا حصل بدايات تساقط للشعر فلازم زي ما بقول الفحص الطبي الفوري مش هنخسر حاجة صح كده؟ طيب نرجع تاني للتانية واللي هي عبارة عن ايه بقى مرض يعني هي عبارة عن ايه؟ مرض يؤدي لالتهاب جلدي سطحي بيكون السبب في التانية انواع كتيرة من الفطريات هي مرض اللي بيسببه فطريات مش بكتيريا ولا فيروسات لا بيسببه فطريات عشان كده العلاج بيكون بمركبات دوائية بنسميها احنا في الطب انتي فانجل اللي هي مضادات الفطريات والتانية في اغلب الاحوال بتاخد شكل البقع الدائرية او البيضاوية زي ما قلت بتكون نعمة في المنتصف في النص او في المركز بتكون نعمة لكن كل بقى منخرج بره بتكون محاطة بقشور حمرة او حواف حمرة بتكون زي ماكون ملتهبة كده او زي ماكون لها دايرة كده او حاجة بيضوية والحدود دي بتبقى حمرة اكيد اكيد كل اللي انا قلته ده مهم لكن اكيد برضو ان اللي هقوله دلوقتي حالا اهم ليه بقى لاني عايز اقول ايه اهم اسباب الاصابة بالتانية وبالتالي لما نتجنب هذه الاسباب نتجنب هذا المرض الفطري صح كده او المرض السخيف يعني اهم اسباب الاصابة على الاطلاق تبادل كابات الشعر كابات الراس ودي حاجة مشهورة جدا بين الاطفال وخصوصا في فترات المصايف وفترات الاجازات تبص لو الطفل لبس طاقية او كاب عشان الشمس والحاجات دي كلها فتبص تلاقي طفل تاني ياخده ويلبسه وطفل تالت ياخده واحيانا بتبقى الموضوع ده لعبة يعني يقعدوا يلعبوا ويتخطفوا من بعض وكذا فده واحد من اهم اسباب الاصابة هو تبادل كابات الراس ايه تاني من اهم الاسباب على الاطلاق تبادل توك الشعر عند البنات توك الشعر مش بس التوك تبادل الامشاط اللي يا جمع مشت يعني او فرش الشعر خلوا بالكوا قوي من النقطة دي وخلوا بالكوا من النقطة دي كمان ليه لانه في صالونات التجميل اللي هو الكوافرات يعني بتبصوا تلاقوا احيانا اه وعند الحلقين يعني الرجال بتبص لو احيانا فرش شعر بس انا بتكلم ليه عن السيدات اكتر بتلاقوا لانه في كتير من السيدات نتيجة كسافة الشعر عندهم بيبقى اكتر يعني فبتلاقوا فرش الشعر بتكون فيها تكتلات كده من الشعر خلوا بالكوا من النقطة دي قوي فانتي برضو حضرتك لو حضرتك روحتي للكوافير او كده ولقتيها ولقتي الكوافير يعني بيستخدم بقى فرشة فرشة دي فيها شعر انتي تخافي تقوليه لأ لازم شعر دي يروح او لازم الفرش دي تتعقم او حاجة زي كده انا مش عارف طبعا انا يعني معرفش ايه اللي بيحصل جوه بس معرفش ايه حدود انكم ممكن تطلبوا حاجة زي كده بس وانتوا لازم تطلبوا حاجة زي كده لانه فرش الشعر لازم تتعقم لازم تتنظف على طول مش بس انا مش بكلم عن ادوات القص يعصي فيه اجهزة كده بتبقى عند الكوافير او عند الحلاء ممكن اللي هو بتبقى اجهزة كده اللي هي زي المطهرات يعني اللي هي ايه او اجهزة مطهرة يتحط فيها المقص يتحط فيها مش عارف ايه انا بكلم بقى عن الفرش هنا فرش الشعر هل الفرش كمان بتطهر انا مش عارف حقيقة وانا قديني قلتلكو هو ان من اهم اسباب الاصابة بالتانية زي ما قلتلكو تبادل الكبات وتوك الشعر وفرش الشعر والامشاط اللي هو جمع مشت من الاسباب الشهيرة قوي برضو الاهمال في تطهير حمامات السباحة دي نقطة مهمة جدا